مشاهد لما يشوفها الصورة هذه واحد استفادين من فوازير الخليجية لطرحة ونقاط تضعفها لطرحة مسبقا أكيد تحديدا خليجية لازم إن شاء الله ننزل نحن اليوم طماعين وعيد ونبينسمع أغنية ونشجع الأصدار يديد عشان نسمع أكثر ونشوق مشاهدينا عليه أكثر طب نغني شوي من الوحدة من الجديد غريب الطبايع غريب الطبايع ماشي غريب الطبايع جمالها بدايع به الوصف ضايع وصف عديمة جمالها سلبني وحب نهبني ووصلت عبني وروحي سيقيمة وروحي بودة غدت كم تودة وعن غير ودة تراها خصيمة تراها بحبة شفقة تحبة تبا مني حبة والأجلة لزيمة لزيمة بشوفة تمنى تشوفها وغلاء يشوفها ويامر غريمة ويامر عليها أنا ما عليها ما دامت عليها ووهد قديمة الله الله يعني صحبة هذه الأغنية أهي سريعة هي أسرع عنك بات أهي وبس يعني حتى أسلوب الكلام شوي مختلف بالربط بينهم ويت حلوة ويت حلوة الحين أولا أحب أذكر مشاهدينا بأنه أكيد نتلقى تصالتكم في الفقرة أخيرة من حلقة اليوم والأكيد الأرقام بتظهر معكم على الشاشة ونبتدي فقرة الصور بنشاهد صورة وبنعلق عليها أنا وأنتي ناخد أول صورة يعني الكثير يعرف بأنك أنت من خريجة ستوديو الفن وأكيد يعني مر عليك هذا السؤال كثير ولكن اليوم كنت تتمنى أن تحصلي حصلت من خلال هذا البرنامج على الميدالية الفضية هل كنت تتأملي أو تتوقعي أن تحصلي على الميدالية الذهبية بدل الفضية؟ أقولوا شيء غريب أكيد وأنا أول ما شاركت ما كنت متوقع أن أنا ممكن أوصل أصلا لميدالية بس لما وصلنا للتصفيات وخذت أنا من قبل ما نوصل للتصفيات كانوا الناس أرادة خلاص يعرفونا الغريبة أني أنا اليوم متأكدة أن لو كنت أنا أخذت الميدالية الذهبية كانوا الناس أيام هنسوني لأن كان كان ويد ناس حابين أني أخذ الميدالية الذهبية فلما خذت الفضية صار فيه نوع من التعاطف الزيادة وصار الكل يبي يشجع أكثر وكل يتكلم أكثر في الموضوع وكيف وليش فلو كنت أخذت الذهبية كان خلاص الموضوع انتهى عند الناس أيها بس الفضية خلت الناس يحسون أنهم لازم يكونوا واكفين معي أكثر فأنا أحس أن الفضية كانت من مصلحتي حالو بالنسبة لأستاذ المخرج سيمون الأسمر تم تعاقد بين شبين بعد البرنامج وبعد فترة وفضل يعني فضلتوا هذا التعاقد هل ظلمتي في هذا العقد لا شوفي ما عرف عن غيري بس أنا وعيد أحب سيمون بأمانة هذا العقد ظلمت لا أنا اللي صار أن أنا مذيت العقد ويات الإمارات تخرجت خلصت الجامعة فرديت الإمارات كان في بند من البنود أن في خلال السنة لو ما شتغلنا أو أي طرف من الطرفين ما قدر ما قدر يعني يكمل يعتبر العقد ملغي وصدفة في نفس الواقع كانوا هم سوين عقود يديدة أيوة فالعقد بس يعني كان أنا بسبب المدة اللي طافت أو تمينا يمكن سبع ثمان شهور ما ما شتغلنا كنت أنا يت توني واصلة من الجامعة وأبتدي يعني رح أشتغل هنا فأنتي سبب نوعا ما كانت جزء كبير جزء كبير أقدر أقول أنا لأن أستاذ سيمون أنا قبل ما أغني وقبل ما يكون لي آلبم في السوق كان الناس عرفتني كان الناس عارفيني يعني تخيل لما الناس يعرفون تنزل مجلات لك وأنتي بعد ما غنيتي شيء وبعد ما تعرفين شو بتغني أصلا حال فقلتي قبل شو أنا أنا أحب سيمون أسمر شو تذكرين من نصايحة منا شيء ما تنسي أبدا تعلمتي كان ويد كان ويد يخاف علي كان ويد يخاف علي كان دائما يسمعني يا صبي الصغير كان يقول يا صبي صغير فكان يخاف علي كان دائما من الأشياء التي لم أسويها وكان دائما يقول عليها أنا دائما أتسبح أغسل شعري وأطلع على طول فهو كان دائما يقول لا لازم تنشفني الشارع في الغنى كان دائما يقول لي لازم تحبين صوتش إذا حبيتي صوتش الكل يحب الصوت إذا أنت شكيت في نفسك أو صوتش ما أحد رح يقدر يحب صوتش والكل رح يشك بالصوتش لين الحين على تواصل معه أشوف يعني بس أكون بيروت أكلم شفته من فترة يعني مو بالحي مو بجريب بس كم من فترة تعب ورحنا زرنا في البيت كنت من مدة في لجنة التحكيم في برنامج برنامج زي النجوم وخطي هالتجربة بس من منظر آخر كونيش أنت في لجنة الحكم تذكرتي عمرش في هذه النوعية من البرامج كنت قاسية مع المشاركين لا ما كنت قاسية معهم وذكرت نفسي بس ترى هم كان وضعهم شوي أسهل على ما أعتقد ما كانوا يغنون لايف أو ما كان في فرقة لايف يمكن نحن كنا نغني لايف كانت الفرقة لايف بعدين هم كان في الإضافات الحين طبعا التلفزيون الأشياء البرامج تغيرت فاليوم صار زي النجوم كان فكرتها أنك أنت كم تقدر تقلد هذا الفنان صحيح فالموضوع مختلف تماما استوديو الفن ما كان في بشكل عام هذه نوعية من البرامج فهار المواهب والأصوات الجميلة تفرقت عن وقت استوديو الفن؟ شوي شوي بس للحين بعدهم كلهم في كثرتها مش بضد كثرتها صارت مبحلوة صارت صار فيها نوع من الملل وبعدين اليوم صارت تجارية وايد صار الموضوع صح الفنان مبس صوت وصح أن الفنان اليوم شكل حضور أداء كل شيء بس طالما أنت مغني في جزء كبير على الصوت اليوم ماعد الجزء الكبير على الصوت للأسف أنا مع أن الفنان لازم يتحرك أنا مع الفنان والاستعراض بس صوت صوتك اليوم هذه البرامج مثل ما تطلع مطربين وتطلع معدين وتطلع موذيعين وتطلع فكيف أنت رحت غنيت وفجأة يعني في أشياء ما أفهمها بس هي حلوة كمشاهدة بس مؤذية مثل ما اليوم قنوات الغنائية لكثيرة فيها الشين والزين صحيح نأخذ الصورة الثانية ترفضين أنه لقب مطربة الخليج الأولى يكون لمطربة واحدة أو لمطربة أحلام مش شرط للمطربة أحلام لا طبعا بس أنا أنا بس كنت أبا لما مرة تكلمت في الموضوع قلت مطربة الخليج الأولى كشو كمكان أن يعني هل المرتبة كقدر أم أن الأولى كبداية لو كبداية أن هذه بداية أول فنانة خليجية لا فإذا مش مطربة الخليج الأولى وإذا كنت مطربة أين كانت بس طبعا اللقب لأحلام مطربة الخليج الأولى فإذا وين نسينا نحن الجيل اللي بعد وين الجيل الموجود معاها أنا أشوف أن هناك نوع من الظلم بس طبعا لقبها وحلو عليها ولايق عليها ويناسبها بس أنا أتكلم من منطلق الكلمة واللفظ نفسه أيها أن اللفظ مو صحيح ما ما يصير أن نحن نستعمل لفظ مثل هذا لأن نوال كنتي وين راحت رواب الله يرحم هون راحت صحيح في ناس كثار فنانات كثار في زمنهم أيضا كانت الأولى فهل راحت لو اليوم قتليش اللقب هذا تعطي حق ابنه لا لا لأحد لأن أنت مقتنعة في أنه لا في عدالة هذا أنا مقتنعة أن هذا غلط فمطربة الخليج الأولى هي لازم تكون الأولى التي أول وحدة غنت يمكن بس أن اليوم مجموعة فنانات موجودين فصارت هذه الأولى ليش أحلام قالت وصرحت كثير أنه ما في مطربات في الخليج إلا أنا ونوال هل هذا تقصير منكم أن تجي للشباب لا تقصير من اللي ما يتابع الشباب حلو وبراية يعني ليش ليش لواحد ممكن ما يتابع ممكن مشغول مشغول ولا ما يريد يتابع مشغول لا لا أسباب أكيد يمكن ما يبقى يمكن مبحث يمكن مشغول يمكن ويد عند حفلات يمكن شوف شوف كل واحد لا أسباب بس شوف ما تقدرين تنكرين نحن موجودين طبعا أنا موجودة أنا ما يعني مين يقول أي حد يطلع الحين ويقول أنا بس موجودة منافسة رويدة أنا لا أقدر أنفس أحلام أحلام لها شخصيتها لها أغانيها ولا نوال ولا كنت هند ولا اليوم لا أقدر هند بس بس اليوم مثلا ممكن أقول أروة لأن أروة صارت لها أغاني شوي أحس أن فرانكو آرب فيها شوي فممكن بس أنا يهمني أن أحب أتابع غيري أحب أشوف شو غير يسو بس ما أعتبر أن هذه منافسة المنافسة الأكبر واللي فعلا أتعبني كيف أجدد عن ما أعلقها قبل منافسة بين أصدار وأصدار هذا صعب ليس صعب أن أنافس فنانة ثانية الأصعب أن أقدم شيء جديد